نعم أنا أتواجد الآن في الحرم الجامعي لجامعات جورج واشنطن إحدى أعرق الجامعات في العاصمة الأمريكية واشنطن على يميني كان هناك اعتصام بالخيم لعدد من الطلاب وكانت تجري هناك أيضا تظاهرات يوم أمس قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين وسمحت للمعتصمين بالبقاء ولكن وضعت سياج حديدي احتجزهم بالداخل وأصبحوا لا يستطيعون الدخول أو الخروج من هذا المكان الذي أصبحوا محاصرين داخله وأصبح المتظاهرون خلفي كما ترين هؤلاء المتظاهرون لا يستطيعون الدخول لينضموا إلى المعتصمين داخل هذه الخيام هنا الآن الوضع الحالي هناك المئات من المتظاهرين من مختلف الفئات والعرقيات والديانات والطبقات الاجتماعية يتظاهرون ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وضد الحرب الإبادة ويطالبون بالحرية في فلسطين ويطالبون بوقف جامعة جورج واشنطن العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية ووقف الاستثمارات المتبادلة بين الجامعة وبين الشركات التي تعمل على دعم الآلة الحربية الإسرائيلية أحد الطلاب تحدثت معه قبل قليل ذكر لي أنهم يطلقون بعض التهديدات من إدارة الجامعة باحتمال الطرد أو اتخاذ إجراءات تأديمية ضدهم ولكنه أكد لي أننا سوف نبقى ملتزمين ونبقى صامدين في وجهة كل هذه التهديدات التي توجه إلينا لأن كل ما نمر به أي أن كانت صعوبته لا يقارن بأي شيء يمر به سكان قطاع غزة وبالتالي نحن سنبقى صامدين لمواجهة كل التهديدات التي نتعرض لها سواء كانت من الشرطة شرطة مدينة واشنطن العاصمة أو شرطة الجامعة أو حتى من الإدارة في الجامعة هنا هل هناك أي دعم شعبوي لهذه الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية في الولايات المتحدة؟ نعم قبل قليل كما ذكرت الآن المعتصمون في الخيام أصبحوا معزولين عن الخارج فرأيت عدد كبير من الطلاب وأيضا من الأفراد يأتون لهم بماء وغذاء ومعدات ضمضات وكمامات وذلك لمساعدتهم على البقاء في اعتصامهم أطول فترة ممكنة كان هناك الكثير من التواصل بين الأشخاص على جانبي هذا الحاجز الحديدي والآن هناك دعم مستمر أي احتياجات يطلبونها من داخل المكان المعزول تم تلبيتها من قبل الأشخاص الذين يقفون خارج هذا السياج الحاجز ولكن نحن نتحدث عن قصة أكبر من هذه بكثير الآن هذه مظاهرات تجتاح الولايات المتحدة من شقها لغربها وشمالها إلى جنوبها والإعلام الأمريكي اليميني والسياسيون اليمنيون في الولايات المتحدة غير سعداء أبدا بما يجري وهم يقولون أن ما يجري هو مظاهرات تدعم الإرهاب في الجامعة الأمريكية مظاهرات معادية للسامية وكل ذلك للتحريض على هذه الجامعات واتخاذ أجراءات أقوى ضدها ولكن حتى اللحظة إذا ما نتحدث عن هذا المكان تحديدا لا تزال التعامل السلمي بين الشرطة والمتظاهرين والمعتصمين لا تكون هناك أي مواجهات حقيقية تذكر بين الطرفين ولكن هناك تواجد أمني مكثف في هذا المكان الذي نتواجد فيه الحالين ماذا عن النطاق الإعلامي وكيف يغطون هذه الاحتجاجات وهذه الاعتصامات هل هناك أي تعتيم عن ما يدور في الشوارع وأيضا في الجامعات الأمريكية يعني لاحظنا أيضا عن المستوى السياسية سيناتر ساندرز والهجوم الذي وجهه إلى نتنياهو هل هناك أي تصعيد في اللهجة أيضا السياسية ضد نتنياهو أم على ما هو الحال باقي بالنسبة للتغطية الإعلامية هناك العديد من وسائل الإعلام الأمريكية التي تغطي هذه الاحتجاجات في الجامعة بخلاف المظاهرات التي كانت تخرج في الشوارع تأييدا لفلسطين رغم كبري حجمها نحن نتحدث عن المظاهرات وصل عدد المشاركين فيها إلى 500 ألف مشارك ولكنها لم تحظى باهتمام الإعلام الأمريكي هذه المظاهرات رغم أنها أصغر بكثير من تلك المظاهرة النصف مليونية لكن تحظى باهتمام كبير من كل وسائل الإعلام الأمريكية سواء يمينية كانت أو وسط أو يسارية فهناك اهتمام إعلامي كبير ولكن إلى حد ما بعض الطلاب عبروا لي عن عدم رضاهم أو عدم سعادتهم بهذا الاهتمام الإعلامي لأن هذا الاهتمام الإعلامي غطى على تغطية أحداث غزة غطى على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فبدأوا يغطون ما يجري هنا في الجامعات بدلا مما لابد من تغطيته وهو الجرائم التي ترتكب بقطاع غزة والتي يسعون لتصنيط الضوء عليها ولكن بدلا من ذلك وسائل الإعلام تغطي هذه الاحتجاجات والجدل الدائر حول هذه الاحتجاجات بدلا من الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام وماذا عن المستوى السياسي؟ بالنسبة للمستوى السياسي الولايات المتحدة كما هي العادة هناك مجالات أو تنوع في المجال السياسي هنا في الولايات المتحدة هناك أشخاص مثل بيرني ساندرز السناتور بيرني ساندرز يخرج ويتحدث بشكل واضح ومنفتح عن هجوم صريح ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هناك اليمنيون والأعضاء الكونغرس من الجمهوريين الذين يعبرون عن مساندتهم التامة لكل ما يقوم به بن يمين نتنياهو حتى أن بعضهم بعض الأعضاء الكونغرس الأمريكي كان يتحدث وهناك تسريبات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عن إبادة قطاع غزة وقتل كل من فيه بالتالي التنوع الكبير في وجهات النظر داخل الكونغرس الأمريكي وداخل إطار السياسة الأمريكية واسع جدا جدا لدرجة أنه قد لا يكون هناك أرضية مشتركة بين اليمين واليسار أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار في الولايات المتحدة مهم مهم